سلام جميعا كيف حالكم معكم يا رحمد ماجستر كيمة من الجامعة الاردنية زي ما بترفل عند اي سبسار عن المادة او ملاحظة فرابط اكاونت عن استجرام موجود بالدسكريبشن تقدر بتبعطون المسج او تتركوا كومنت تاني اللي حطي يوصلكم اشعال لما تنزل بقية الفيديوهات ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا انتفكيشن للقناة طب بصدل عندي موضوع بسيط عن chapter 5 اللي هو the effect of systematic errors حكيا دايما systematic errors يعني result 70 فيهم اخطاء تمام نوعين من errors تمام اهو دول نحكي results تمام هدول resulted errors تمام طيب مش types هدول resulted errors فاول نوعين ديه هو constant error ثاني اشي هو proportional error طيب من اسمه constant يعني مقداره ثابت فهون بندرج عندي نوعين الابسليوت ورية طيب هدول حكينا عنهم باول فيديو ل chapter 5 طيب بس بدي انا بيحكم انه هاد مش constant بالمطلق هو مش ثابت بالمطلق تمام بس لانه الكتاب حاطتهم هدول نوعين تحت بند constant errors احنا طريعا نعمل زيه الابسليوت هو دايما constant شو ما غيات sample size تمام اما relative error لما اغير sample size راح يتغير عندي ال error تمام هون varies نحكي نحكي with changing the sample size كمان مرا انا بعرف ان هاي ممكن تخربط شوي انه constant errors ايضا نوعين absolute و relative الابسليوت هو constant اما ال relative هو مش constant بس كمان مرا لانه الكتاب حاطتهم حاطت ال relative تحت بند constant error احنا عملنا زيه فابسليوت شو ما غيرت sample size راح يضل عندي ال error ثابت اما relative error شو ما غيرت sample size راح يتغير عندي او راح يتأثر عندي ال error طيب ال proportional error برضو من اسمه اكيد راح يتأثر بال sample size نحكي affected by the sample size هلق بناخد مثال ع كل واحدة فيهم و ان شاء الله بوضح الموضوع نيجي ناخد مثال ع ال constant error طيب هون بحكي suppose that 0.50 ميلي جرام of a product was lost by washing with ethanol find the relative error if the sample weighs 500 ميلي جرام بعدين 50 ميلي جرام طيب هل انتو مرا عليكم اكيد reactions يكو بتارف انو اخر للreaction احيان ال product او السلد بنخسله بنعمله washing ب liquid تمام فنفترض انو بسبب هاي عملية ال washing اللي خسرنا 50 ميلي جرام تمام فهون كانو x minus x true عبارة عن 0.50 ميلي جرام يعني هاي ال absolute error باختصار تمام يعني كمان مرا هون الفرق بين true value وبين اللي انا وزنتها عبارة عن 50 ميلي جرام وهي هاي نفسها تعريف ال absolute value او absolute error تمام فال absolute error عندي اياه هون 0.50 طيب نيجي نحسب ال relative error حكينا ال relative error هو x minus x true على x true times 100 هلا احنا عنا x minus x true جاهزة 50 تمام 0.50 تمام على x true اول مرة 500 ميلي جرام times 100 فهادنا الانسر بيطلع معي minus 0.1 تمام طبعا ليش minus انه انا خسرتهم تمام عشانيك انا حطيت المينس طيب نيجي لما يكون في عندي في الماس للسامبل 50 فبحكي 0.50 جرام على 50 اوكي ميلي جرام مش 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 رح تفرق times 100 تمام في بيطلع معي هون الانسر اوكي هون minus برضه شايفين كيف ال relative error فرق عندي اياه تمام هون minus 0.1 هون minus 1 في فرق تقريبا 10 بالمية يعني هاد ال error اللي تبع 50 هون هاد ال error تمام هو عشر اضعاف هاد طيب فمشان هيك بنحكي انه relative error بيعتمد على sample size بينما الابسلة error خلاص انا ال loss عندي هي هو minus 0.50 هاد ال loss دائما شو ما كانت sample size ما بيفرق عندي خلاص انا خلص انا خسرتها وخلصت اما relative error لا لما تتغير sample size راح يتغير عندي طيب نيجي نحكي عن proportional error اشهر مثال عليه contaminants تمام او interferences او نحكي interferences اللي هم الشوائب الموجودة بال sample فمثلا في عندي مثال انه انا اذا بدأ حل الكبر نقول بمي تمام فهم بكون موجود على شكل cover 2 plus ما بهم من شو ال compound المهم بكون عندي على شكل cover 2 plus بفاعله مع مثلا ki بطلع عندي product واحدة من هدول products هو الايودين اللي هو i2 فشو بنعمل بناخد الماس لهاي وبنعمل نسبة وتناسب طبعا من هاي الماس بحولها ل moles بعدين بعمل نسبة وتناسب مع الكبر 2 وهيك بارف قدي نسبة الكبر 2 بهاي السابل طيب لو كانت عينة المي هاي فيها iron fe 3 plus تمام هاي برضه راح تتفاعل مع ki يطلع عندي product واحدة من هدول هو عبارة عن الايودين برضه تمام فهون وجود الانتر في هاي الف اي بسميها انتر فيرنس تمام شائبة لانها يعني اي مادة غير اللي انا بدي احللها بسميها انتر فيرنس او لانها بتأثر لي على قراءاتي فهون برضه راح يطلع عندي كمية زيادة من ال i2 طيب فكلما زادت نسبة الف اي بالسامبل راح يزيد عندي ال error تمام عشارك بسميه proportional error فكمان مرة اشهر مثال ال proportional errors هو وجود ال contaminants او ال interferences بالسامبل تبعتي تمام كلما زاد الفراكشن خالي نحكي لا ال interferences راح يزيد عندي ال proportional error طيب هلا كيف ممكن اخلص من ال proportional error تمام انه اقلل نسبة ال interferences هاي لو قللت نسبتها راح اتقل عندي نسبة ال proportional error فهون نحكي can be reduced by reducing or by decreasing the fractions of the interferences تمام هاد بنسبة ال proportional errors هيك بقدر انه اقلل منه اما ال constant error باني ازيد ال sample size يعني نحكي ال constant errors او نحكي يعني نخصص اللي هو relative error تمام can be reduced by increasing the sample size تمام احنا منعفلن relative error x minus x true على x true times a hundred طيب فاذا هاي زادت معناه هاي اكيد راح اتقل العلاقة بناتهم عكسية طيب هلأ خلاني ايش نحكي عن elimination احنا قريدي حكينا عنه لما كنا نشرح عن انواع types of systematic errors بس خلاني رجع نعيدهم احتياطا تمام فنحكي هون elimination of systematic errors احنا قريدي حكينا عنه بس راح نجع نعيدهم كمان مرة اولا اولا حكينا اول طريق عندي ايها ال calibration تمام ال calibration tools instrument تمام سواء كانت عندي tools instrument الاخري تاني اشي حكينا انه personal حكينا ان الواحد يكون منتبه انه يطبق ال procedure زي ما هي تمام خلاني احكي هون awareness الواعي اه 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 when applying تمام the analysis طيب طل عندي انه كيف اعمل detection systematic error يعني كيف بدأ اتاكد انه هل هاي results تعوني فيهم errors ولا هم صحيحين تمام فنحكي وان detection or systematic error وحكينا بعبر عن systematic error بمصطلح اسم ال bias او بحكي انه systematic error بيعطيني ال bias تمام ليتحيز النتائجي اما لقيم اعلى من اللي true value او قيم اقل من اللي true value فاول طرق عندي انه انا اروح احل ال standard مادة بسميها standard reference materials material تمام مادة standard معروفة ادي مثلا تركيزها تمام بروح بحللها بشوف مثلا هال concentration اوكي اقول لي مثلا بدي ايس ال concentration ال co2 plus تمام بدي ايس باستخدام جهاز معين اعطاني قراءات اشبع ماد بروح بجيب standard material تمام معروف ال concentration اللي اللي هو بقيسها برضو خلو نسميها standard material standard material نسميها اكس تمام بروح بقيس ال concentration للمادة اكس بطلع معي ارقام بخارن هال ارقام طلعت معي من ال instrument نفسها المكتوبة على البوتل تبعت standard material اذا هي نفسها فانا ما عندي اي ارررز تمام اذا طلعت عندي غير معناها انا هون في عندي اررر او في عندي بايس فكاميرا ال standard رفرنس material هي لها non concentration كمان مرة سريعا اذا انا كنت قاعدة بحلل مثلا بكبر باستخدام جهاز و بتتأكد انه هاد الجهاز ما فيه اي ايرولز تمام بروح بجيب standard material الكنسنتراشن اللي الها معروف بقس الكنسنتراشن اللي الها باستخدام الجهاز السرع معي انه الكنسنتراشن من الجهاز نفس الكنسنتراشن المكتوبة على البوتل معناها انا طريقتي صح طيب لو ما في عندي standard reference material ليش انهم هدول بالعادي غاليين لو ما في عندي شو بعمل فين طريقة تانية اللي هي الانديبندنت اناليسز شو عن الانديبندنت اناليسز نرجع لمثال الكبر تمام نفتد انا بدي احلله بانسترومنت كمان مرة حكيان انا ما عندي standard material تمام بدي اتأكد هالقراءاتي من الانسترومنت صح شو قبل شوي احنا اخدنا مثال انه الكسيو تيب تو بلاس بقدر اطلع الكنسنتراشن اللي اله من خلال تفاعله مع الكاي اي تمام بطلع معي هون برودكتس واحدة منهم هي الاي تو حكيانا بطلع ماس للاي تو بعدين مولز بعدين بعمل كومبريزون فبطلع معي الكنسنتراشن للكبر فانا هون رح تستخدم الطريقة تاني مثل تاني بالاناليسز لحتى اشيك على الانسترومنت هاي بسميها independent analysis طيب هلأ في عندي طريقة ثالتة تمام صراحة طريقة ثالتة خاصة بالcontaminants تمام بسميها blank تمام blank analysis أو determination تمام خاني نحكي انه هاي خاصة مشان اكشف هلأ هلأ انا عندي contaminants ولا لا تمام هون special for contaminants طيب شو معنى البلانك determination البلانك هو بجيب انا بعيد نفس الاناليسز بس ما بحط الانالايت تبعي تمام كمام مرة نرجع لمثال CU انا لانه بدأ حلل CU بسمي الكبر هو الانالايت تمام نفترض وانا بحلل اضطرت احط هنا السامبل اللي فيها CU 2 plus اضطرت احط مثلا water اضطرت احط مثلا indicator اضطرت مثلا احط reagent نحكي اي reagent تمام reducing reagent او oxidizing agent تمام الى اخره هي المهم طيب هدول كلياتهم ما عدل كبر بسميهم blank يعني ما عدل الانالايت بسميه blank فانيجي نعطي تعريف لل blank سريع انه هو all the components except for the analyte فبس اعمل ال blank اجي احلل ومثلا اكون قاعدة بحلل على instrument يطلع معي مثلا peak حتى لما حللت blank هاي ال peak معناها انا في عندي interferences بروح بطرحها من ال peak طبعا هاي ال peak بتعبلي عن concentration تمام خلينا نختصر هيك ال concentration طيب فاش بعمل بروح بطرح هاد ال concentration اللي اجاني من البلانك من ال concentration اللي اجاني الى السامبل تمام فكمان مرة احنا بنحلل على instruments بطلع معانا بالغاية ال peaks تمام فهاي كانت عندي السامبل طلع معي concentration وهاي البلانك طلع معي concentration فشو بعمل بس بطرح السامبل ال concentration للسامبل نحكيونا c للسامبل minus c للبلانك هيك انا بكون اولا بهاي ال step لما استخدمت البلانك انا عمل detection تانيا لما طرحت انا عملت elimination كأنها calibration واخر مثل هي variation of sample size هاي نحكي فور لو انا ضليتني اغير السامبل size وكل مرة يطلع معي error غير هيك انا بكون عمل detection لل error الموجود عندي وطبعا كيف بدي احذفو كمان مرة حكينا كل ما بزيد السامبل size كل ما قال عندي error تمام فكمان مرة لما انا غيرت السامبل size ان هيك عمل detection اوكي لما انا زدت السامبل size هيك عملت elimination تمام هيك بكون خلصت chapter ان شاء تكون استفدتوا اي سفسار اي ملاحظة اتركوا لي comment او ابعتوا على instagram ويعطيكم العافية